صحيتي من النوم النهاردة ما لحتيش تحضري فطار رجع من الشغل متأخر وبرضو ما حتيش تعملي فطار زي انا من الفطار العادي اللي احنا بنكله في رمضان وعايز تعملي حاجة سريعة النهاردة بقدملك وصفة أسرع مما تتخيله هنامل أحلى محشي وأسرع محشي وأكتر محشي صحي في الوجود طعمه طحفة يا جماعة من المطبخ التركي وسعراته قليلة فوق ما تتخيله بصوا جماله يجنن وطعمه يعني روعة هيخليكوا تنسوا أي محشي ممكن تكلف حياتكم لأنه بيتعمل في عشر دقائق بالزبط والله ما أخد مني أكتر من عشر دقائق عايزين تعرف عملتكم زي؟ ادوا لايك ويلا بينا على طول عن مقدير أول حاجة عندي كوسة بأي كمية أنتوا عوزينها الكوسة سعورتها قليلة جدا جدا فقطروا منها على قد مداروا لأنها مشباعة وملانة فوايد كتير وفايبرز كتير تمام؟ وعندي ربع كيلو من اللحم المفروم أو الدجاج المفروم عادي جدا فش أي مشكلة وعندي بابريكا وعندي طوم وبصل بودر وعندي ملح وففل اسود وسبع بهارات وإرفة من كل حاجة من دول معلقة صغننة تمام؟ وعندي زيت زتون أو أي مادة دهنية أنتوا تفضلوها خلاص هنبتدي كده على طول عشان هنجعنين وعزين نحضر الفطار بسرعة هاخد القلب بتاع الكوسة هحطه في صانية كده وهبتدي أن أنا أقور الكوسة زي ما احنا شايفين هوريكوا إزاي أقورتها عشان برضو للناس اللي بتعافش تقورها اتعاملوا معها بالراحة خالص يا جماعة لأن الكوسة يعني رقيقة جدا وممكن تفرقع منوك أو تتكسر منوكو فاتعاملوا معها بالراحة خالص وطلعوا القلب ده القلب ده مفيد جدا ممكن نحطه في صلطات ممكن نعمل بيه عجة نعمل بيه شربة ممكن نعمل حاجة اسمها متبل حاجات كثير قوي أنا مش هرميه أنا هحطه تحت الكوسة عشان خطر اللي ينزل من الكوسة ياخد من الطعم وانا كده كده باكله يعني تمام وهبتدي أن أنا أشرت كده بالمقوار هبتدي أعمل تجزيعات كده حلوة في الكوسة عشان تستوي أسرع ويبقى شكلها حلوة في الآخر بصوا أهي بد شكل الأمر ده خلاص تمام هعمل ليه بعد كده هجيب بقى اللحمة المفرومة اللي عندي أو البني مثلا المفروم أي حاجة عندكم مفرومة فش أي مشكلة ده اللي عندي وهنزل عليه بالتوابل اللي عندي كلها ودي طبعا المقادي خدوها سكرين شوت كما تعودنا عشان يبقى المضوع كله واضح كده بنسبالكم وهبتدي أن أنا أعجل اللحمة المفرومة بالتوابل على قد مقدر ممكن تزوده بصل على فكرة عادي جدا يدفع فيش أي مشكلة البصل بيعلي القيمة وبيخلي اللحمة تبقى كتير يعني فاهمين القصدي ده ربع كيلو ياتيم كده عندي عمل معي كمية محترمة معي أوكي أخدها كده كويس قوي قوي يبقى لا أحط بيكينج بودر ولا أحط مش عارفة إي ولا أي حاجة خلص الموضوع سهل هسيبها كده على جم آآ آآ ترتاح وبعدين هجيب آآ طاصة هحط فيها كم نقطة كنا من آآ زيت الزيتون أو السمن البلدي أو الزبدة زي ما أنتم عاوزين الخطوة دي على فكرة اختيارية لو أنتم مش عاوزين تعملوها ما فيش مشكلة آآ الرشاش ده حلوة قوي يا جماعة بيخلينا اقتصد جدا في الزيت وبعدين هبتدي أجيب الكوسة اللي عندي وأبتدي أنا أحشيها باللحمة المفرومة أو الدجاج المفرومة اللي عندي وفي الوقت ده بكون برضو بسخن الفرن عشان أنا عايزة أنجز عايزة أخلص بتجاز فوق وأنزل في فرن عطول عشان أنجز زي ما قلت لكم الأكلة دي سريعة جدا جدا ومشبعة فوق ما تتخيله خلاص هاخد بقى كل الكوسة اللي عندي وبتدي أنا أحشيها بصوا بقى ملاحظة مهمة أول لما تجي تحشي الكوسة احشوها للآخر على عينها زي ما بيقولوا لأن اللحمة مش زي الرز بنجي نحشي الكوسة الرز بنحشيه تلت تربة عشان بيزيد لكن اللحمة مش بتزيد بتكش فطبيعي عشان خطت يبقى أكبر يعني واخد أكبر قدر ممكن من الكوسة فهكبسها لحمة زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده خلاص اهو كده خلصت بقى الكمية كلها ورفعتها على النار عشان بس إيه يعني إيه الكوسة بتطلع ريحتها بس أنا عايزة كده يعني الحركة دي اختياري بس بتخلي بتدي الكوسة طعم تاني خالص بتوديها في علام تاني زي ما بيقولوا من كتر مية بتبقى تحفة يعني بدي لسعة كده وبسيطة في الكوسية بتخلي طعمها حلو قوي 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 غير إن أخدها كده ده عاربتلي حطها في الفرن يعني بيبقى طعمها شوية مسلوء لكن كده أنا بديها طعمها حلو حرمشة حلوة يعني عشان برسوف لكم هي حلوة قد ايه والموضوع كله سريع جدا 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 يعني الموضوع بياخدله من حوالي من دي قلدقتين بكتير عشان توصل للمنظر اللي أنا عاوزها ده بصوا أشاه اللاسعة دي هي اللي أنا عاوزها بتدي طعم حلوة قوي مدخن كده للكوسة خلاص هاخد كده على طول مباشرة من التوسع على الصينية وبتدي أرسس الكوسة طبعا حطوا بقى الكمية اللي أنا عاوزها ما فيش أي مشكلة منها مفيدة جدا وطعمها حلوة ومشبعة أنا عندي بناتي بيعشقوها يوم ما عاملها بدي بقى فرحة بالنسبة له أوكي اهو خلاص هحطها في الفرن يعني على درجة حرارة متين بالزبط بالزبط يمكن خمس دقايق أو سبعة دقايق بالكتير ووضع هزها كده من وقت التاني أقلبها لحد ما تستوي هعمل جنبها صالة الزبادي عندي زبادي وعندي نعناع وعندي ملح وففل اسود وطوم وبصل بودر ولمون الزبادي ده نعملها في البيت ده زبادي يوناني لو عايزين الطريقة سبها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف سهل جدا 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 هنزع لها بالنعناع اليابس اللي هو الناشف أو الفرش فيش مشكلة عادي ففل اسود وطوم وبصل بودر والملح تمام وبعدين هنزع لها بعصرة لمون لو اللمون مش موجود عندنا تنفع معلقة صغيرة من الخل عادي جدا بس هي كده جاهزة ما عايزين تزودوا عليها خيار عادي جدا الوصفة دي أصلا من المطبخ التركي فمعروف معمول دايما الكوسة بتعمل جنبها صلطة الزبادي الجميلة زي ما بتعمل كده الورق الانب برضو جنبه صلطة الزبادي بيبقى طعمه تحفة هلبها كويس قوي 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 والسقاوم الزبادي تحفة خلاص خلاص كده الكوسة جاهزة معايا بالضبط بالضبط يمكن بعد سبع دقايق في الفرن وبتالي بقى أرصص الجمل ده مش قادرة صفلكوا راحتها وطعمها روعة فرق شاسع بين المحشي اللي هو بالرز دي كوسة المعوولة بالرز لا اللحم مفرومة خلت طعمها خرافة خرافة بجد حاجة كده زي بتاعت المطاعم كده اللي بندوقها برا وخفيفة قوي 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 فوق ما تتخيلوا بصوا جمالها هو ريحة بقى اللهم ايني صايمة تجنن خلاص همسك ايه الزبادي اللي عندي ممكن احطه جنبها ما فيش اي مشكلة عادي او ممكن انا احطه بالشكل احنا شايفينه ده من فوق كده واستمتع بطعمها كده على طول بصوا جابالها لوحة فنية يعني بجد لو عندكم شاية كوسة وشاية لحمة ومفروم مش عافين تعملوهم في طار ايه النهاردة دي هتسد معهم جدا وحمروشها مسلا شوية بطاطس جنبها وخلاص بس طبعا اتحمر في الفرن او في الفراير امام بصوا بقى بصوا منظر الزبادي قاوموا تحف على الكوسة يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله تفرح القلب الحزين كيه بالمنظر الامر ده في الوصفة الاصلية بيحطوا بقى على الوش لوز وبندق وعين جمل طبعا الحالة الاقتصادية ما تستدعيش الكلام ده فاحنا هنعمل ايه هنعمل تركاية كده برضو لذيذة هحط على الوش شوية من اني هنعمل النشف او اليابس اه ممكن بحطش عادي مش مشكلة الواحد يعني ايه يجود كده زي ما بيقوله عشان خاطر الدنيا تمشي معايا وتبقى الحمد لله باذن الله نعمة من عند ربنا بصوا طبق امر طبق ده كله وكلناه مش هيتخنى خالص لاني ما عملتش كمية اللحم مفرومة كلها بصوا بقى كده هتدي بقى ندوق ونستمتع بقى احلى محشي كوسة في الدنيا الصحي مليون في المية طبق يعني يشرح القلب الحزين زي ما بيقوله هدو بقى قدامكم واستمتع وبقى اقول لكم يا رب يا رب حلقة النهار دا تكون عجبتكم تنسوني بقى باللايك والشير والسابسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك وبحبكو جدا 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 سلام شكرا للمشاهدة